سبعة وستون يوما من التصعيد العسكري في قطاع غزة دون أي بوادر تلوح بالأفق لإنهاء الحرب في ظل القصف الإسرائيلي المكثف الذي يتركزه خلال هذه الفترة على مناطق بجنوب القطاع يوجد فيها مئات آلاف نازحين وسائل إعلام ومصادر طبية فلسطينية أعت مقتل عشرين شخصا في قصف إسرائيلي جديد فجرة لثاء استهدف منازل سكنية في حي الزهور بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع مقتل شخصين وإصابة آخرين بقصف مدفعي على مدينة خان يونس المجاورة من جانبها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل ضوئية في سماء قطاع غزة تزامنا مع قصف جوي وبري مكثف على عدة مناطق بينها مخيم جاباليا في الشمال أعلنت جيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة ثلاثة آخرين في المعارك الدائرة بقطاع غزة مشيرا إلى أنه يخوض اشتباكات عنيفة مع حركة حماس بمناطق متفرقة من القطاع لا سيما في مدينة جاباليا ومخيمها وحي شجاعية بمدينة غزة في غدون ذلك نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر بالجيش أن التواغل البري يواجه عراقيل بسبب زرع عناصر حماس مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة وتفجيرها لدى اقتراب الجنود ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحة وفي الضفة الغربية قتل ثلاثة فلسطينيين بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية على مدينة جنين بالتزاون مع اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدينة ومخيمها ومحاصرة مستشفى ابن سينة والرازي واندلاع مواجهة عنيفة مع شبان فلسطينيين وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أكلت أن الجيش الإسرائيلي اقتحم أيضا كل من قرى عابود وبدرس قرب رامالله وقريتي الريحية وبيت الروش ومدينة الخليل وبلدات السموع وبيت أولى وتفوح قرب المدينة ونفذ حملة مداهمات واسعة حيث دارت على إثر ذلك مواجهات مع شبان فلسطينيين